حطت زيارة التفقد والاطلاع التي يأدى هاول العصابة لعدد من المصالح الجهوية حيث اطلع في مقر المعهد التربوي على مخزون الولايات من الكتب المدرسية بالنسبة لكافة المستويات التعليمية كما أعطى تعليماته بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات من أجل توفير الكتاب المدرسي وجعله في متناول التلميذ مواكبة لافتتاح العام الدراسي الجديد المحطة الثانية من الزيارة كانت القطبة الجهوية للوسط التابع للمفتشية المكلفة بالتعليم الثانوي والذي يؤنى بمهام المراقبة والتفتيش والإنعاش التربوي وفي هذه المحطة تلقى الوالي شروحا حول التعليم الثانوي بالولاية شملت إحصائيات الطواقم التربوية والبنى التحتية وكذا أهمية وآلية التفتيش في تقييم وتطوير الأداء التربوي وفي الإدارة الجهوية للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة اطلع الوالي صحبة الوفد المرافق له على طبيعة سير العمل في شتى مصالح هذه الإدارة التي تستفيد من خدماتها فئات واسعة من المجتمع وكذا على أهم الصعوبات التي تواجه عمل القطاع على مستوى العصابة وبمركز الاستطباب بكيفا تجول الوالي في مختلف الأجنحة والمصالح الطبية حيث تعرف على جوالب بما تسخر به هذه المعلمة الاستشفائية من تجهيزات حديثة خاصة في جناحي الإشعة والمختبر طلعنا على الاستعدادات والتحضرات لاجتتاحة 24-25 تجهيزات الكتب المناهج وسائل النقل هذه الكتب باتجاه المقاطعات الداخلية طلعنا على النواقص السنة الماضية نواقص التفتيش نواقص البنى التحتية زرنا كذلك في المرحلة الثانية من دبيا الجهوية للعمل الاجتماعي والطفل الأسرة طلعنا على انشطة هذا القطاع توقفنا عند مصالح العمل الاجتماعي عند مصالح الطفولة عند مصالح ترقية المرأة والنزاعات أخيرا زرنا مركز الاستطباب بكيفا هذا المركز المنشأ اللي تغطي حكما شرق البلاد كلها نمسنا فيها جدية الطواقم الحضور المواكبة الانشغال بالناس الانشغال بالمرضى تندرج هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات مماثلة تهدف من خلالها سلطات الإدارية الجهوية إلى الاطلاع عن كذب على طبيعة سير العمل في المصالح الجهوية وذلك من أجل تدليل الصعوبات وتيسير الولوج إلى الخدمة العمومية سعيا إلى تكريس قرب الإدارة من المواطن عبدالله الصوفي قناة الموريتانية مدينة كيفا موسيقى موسيقى